الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يكثر لكم الثواب وأن يجعلكم من الموفقين في كل أموركم وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه عددا من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الصلاة خلال قراءة مختصري صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة عرض لي فشد علي ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعته فاردت أن أربته إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فرده الله خاسئا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا وهو من تجاوز في فعله الفعل المقبول المراد به بيّنه بقوله من الجن تفلت علي أي أنه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة كأنه قد ترك وثاقا قد وثق به علي البارحة يعني ليلة أمس قال عرض لي فشد علي أي جاني وتشدد في الهجوم علي ليقطع علي الصلاة إما بمروره بين يديه وإما بشغله لذهنه قال فأمكنني الله منه أي أنه صلى الله عليه وسلم تمكن منه وتمكن من إمساكه قال فذعته أي أمسكته فأردت أن أربطه أي أن أقوم بإمساكه بحبل أوثقه به إلى سارية من سواري المسجد عمد من عمد المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم قال فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فرده الله خاسئا إي لم يتمكن من تحقيق المراد الذي يريده وفي هذا بيان شيء من صفة الشياطين وصفة إبليس وجنوده وفي هذا الحديث أيضا إمساك من أراد شرنا وإضرارا بالآخرين ليكفى شره وأذاه وفي هذا الحديث جواز ربط الغريم والأسير في المسجد إذا لم يكن هناك محل يوضع فيه من سجون ونحوها وفي الحديث أيضا جواز العمل في الصلاة بما يكون محققا لمصلحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك هذه الحركة بشد هذا الشيطان وبمحاولة إيثاقه وربطه وهذا كله عمل في الصلاة وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا يكفي أولياء ما راد بهم الآخرون من الشر وفي الحديث وضع السواري في المسجد وفي الحديث أيضا جواز تمكين الآخرين من رؤية ما يتعجب منه ويكون خارجا عن تصوراتهم وفي الحديث أيضا تمكين الله لنبيه سليمان عليه السلام حيث مُكِّن من تسخير الشيطان له وفي الحديث أيضا فضل الله على نبيه أن لا يتمكَّن هؤلاء الشياطين منه صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتريك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فقال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاختسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجهٌ أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دينٍ أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلدٍ أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فيه أن الإمام يبعث البعوث من أجل أن يأته بالأخبار ومن أجل أن يحموا جوانب بلاد أهل الإسلام وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه من أجل أن يتفقدوا البلدان والمواطن التي بجوار المدينة قال فجاءت برجل يعني أن هذه السرية جاءت برجل من بني حنيفة وبني حنيفة قبيرة من قبائل العرب عودوا إلى ربيعة وهم من بني إسماعيل وفي هذا إشارة إلى وفود بني حنيفة وقال يقال له ثمامة بن أثال وكان سيد أهل اليمامة قال فربطوه بسارية من سواري المسجد في هذا وضع السواري في المسجد وفيه أيضا ربط الأسارة في المساجد إذا لم يكن لهم مكان يناسب حبسهم فيه وفيه أيضا وضع الأسرى في المسجد وذلك أن ثمامة كان قد أخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم ولذا كان منه فعل يستوجب ذلك وكان بينه وبين أهل الإسلام حرب بسبب ذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال ماذا عندك يا ثمامة أي ما الذي تضميره في نفسك فقال ثمامة عندي يا محمد خير يعني أنني لا أريد إلا الخير إن تقتلني تقتل ذا دم أي إذا قتلتني فهو من حقك فقد قتلت بعض أصحابك وإنما تقتلني على جهة المجازات والمقابلة وقال وإن تنعم أي بأن تطلقني ومجانا بدون مقابل تنعم على شاكر فستجد مني الشكر على هذا الفعل بأن أجازيك بأحسن من فعلك وإن كنت تريد المال أي إذا كنت قاصدا الفدية المالية فسل منه ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على جواز دخول المشرك في المسجد وفيه أيضا الربط للمجرمين ونحوهم في المسجد وحبسهم فيه وفي هذا أيضا أن المدينة قد يدخلها غير أهل الإسلام وقال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من اليوم الآخر من الغد فقال له ما عندك يا ثمامة أي ما الذي تضميره في نفسك فقال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع ثمامة على حال أهل الإسلام واجتماعهم في الصلاة وكيف يكون بينهم من الود والمحبة ومن أجل أن يستمع لبعض ما يلقى في المسجد من دروس ومواعظ وفي هذا إظهار حال أهل الإسلام ليكون من أسباب دعوة الخلق إلى الله جل وعلا وفي هذا أن من الدعوة إلى الله أن نظهر ما دل عليه ديننا من أخلاق فاضلة وفيه أيضا إظهار ما بين أهل الإسلام من الود والمحبة والتناصر والتعاضد ليكون هذا من أسباب معرفة الناس بدين الله واقتناعهم به في اليوم الثالث قال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك يعني من الخيارات الثلاث إما القتل له وإما لإطلاق مجانا وإما طلب فدية منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة وفي هذا مشروعية العفو والتجاوز والصفحة وأن ذلك كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه فإن قال قائل لما لم يرجع لأهل الدم فيقال بأنهم إنما قتلوا هنا في حرب ولم يقتلوا في غيره بحيث يكون هناك قصاص فيكون الأمر متعلقا برأي إمام المسلمين قال فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فيه قرب النخيل والمسارع من بيوت الناس ومساجدهم قال فاغتسل وبهذا استدل من يرى وجوب الاغتسال على من أسلم قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أن من أسلم وجب عليه الاغتسال ورأى الإمام أبو حنيفة عدم وجوب الاغتسال لمن أسلم قال والأحاديث الواردة في الباب أحاديث آحاد وكان من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة أن أحاديث الآحاد فيما تعم به البلوى لا تقبل وقد قال بعضهم بأن اغتسال ثمامة هنا من عند نفسه وذهب بعض الشافعية إلى أن الكافر إن كان منهما يوجب الاغتسال حال كفره وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم والأحاديث التي فيها الاغتسال متعددة وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم اغتسل وألقي عنك شعار الكفر وهذا أمر ولا أصل في الأوامر أن تكون للوجوب قال ثم دخل ثمامة المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في هذا دلال على أن الإقرار بالشهادتين والتلفظ بهما يدخل بهم الإنسان في دين الإسلام قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي وفي هذا أن التعامل الحسن ومقابلة الإساء بالإحسان من صفات أهل الإسلام وأنه لها تأثير عظيم في النفوس فهو يزيل ما كان فيها من غل وحقد على الإسلام وأهله وفي هذا أيضا محبة دين الله عز وجل ومحبة بلاد أهل الإسلام ومحبة أهل الخير والصلاة كما نوه بذلك ثمامة رضي الله عنه قال والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وفي هذا إظهار الإنسان ما في قلبه من المحبة وتلفظه بذلك وإخباره من يحبه وقوله وإن خيلك أخذتني فيه جواز أخذ أهل الحرب الذين ليس لهم عهد ولا أمان وأنه لا حرج في إمساكهم وأسرهم وفي هذا الحديث أن من أراد العمرة وهو في جاهلية فأسلم أنه يستحب له أن يأتي بالعمرة وقد استدل طائفة بلزوم العمل الصالح الذي نذره الإنسان حال كفره أو شركه وفي هذا الحديث البشارة لأهل الإسلام واستحباب تبشير الآخرين بالخير وجعلهم يتفائلون بفضل الله عز وجل عليهم وفي هذا الحديث السفر إلى مكة وإلى البلدان التي يعمل الإنسان فيها الطاعة ولو لم تكن بلاد إسلام فإنه قدم مكة ولم تكن يوم ذاك ببلد إسلام وإنما كان فيها أهل الشرك وفي هذا الحديث إظهار الإنسان إسلامه وإيمانه وعدم الخشية من الناس في ذلك وفي هذا الحديث في قوله لا يأتيكم من اليمام وهي إقليم في وسط نجد وقوله حبة حنطة أي من القمح وفي هذا مشروعية المقاطعة الاقتصادية التي تكون من صاحب الولاية فإن ثمامة كان سيد أهل اليمام وحينئذ قاطع أهل مكة في أغذيتهم التي يتناولونها وقد ورد في بعض الأحاديث أن أهل مكة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يكتب إلى ثمامة أن يرسل إليهم بالحنطة من أجل أن يتمكنوا به من صنع طعامهم فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبهم مع أنهم كانوا يؤذونه وكانت الحرب قائمة بينهم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش وقال له حبان بن العريقة رماه في الأكحل فضرب فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار وقد عصب رأسه الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإلى أين فأشار إلى بني قريضة قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تزب النساء ذرية وأن تقسم أموالهم وإن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتين قبلكم فإن سعدا يغذو جرحه دمى فمات منها رضي الله عنه قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت صيب سعد وسعد بن معاذ الأنصار من فضلاء الصحابة وقد أسلم قبل الهجرة وتوفي في السنة الخامسة وكان عمره قرابة السادسة والثلاثين وكان من فضلاء الصحابة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ولما أتي له بمناديل رقيقة لينة قال لمناديل سعد في الجنة أطيب من هذا أو أنعم من هذه وقالت أصيب سعد يوم الخندق وذلك أنه عند لبسه لما يقيه ويقي بدنه كان هناك موطن في بدنه لم يقم بتغطيته فأصابه سهم عائر فأثر قال رماه رجل من قريش يقال له حبان لابن العرق ورماه في الأكحل وهو عرق في يده فأثر فيه وفي هذا استحباب أخذ أسباب الويقاية التي تقل بدن من أن يصاب بما يعرض له وفي هذا أيضا استحباب أن يتخذ الإنسان الأسباب التي تحصن بدنه وتحصنه من كل من أراد به سوءا أو شراء قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ففي هذا جواز وضع الخيام في المسجد للمرضى وجواز وضع الخيام للمعتكفين ونحوهم والمعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور سعدا ما بين وقت وآخر في هذا استحباب زيارة المرضى وفيه تكرار الزيارة للمريضة قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وكانت غزوة الخندق أن قريش حادثت قبائل العرب من أجل أن تغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكاتبوا اليهود وكان في المدينة بن قريضة فاستجابت يهود لقريش ونقضت العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بتقطيع كتاب العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصر أبو سفيان ومن معه من قبائل العرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وذلك أن المدينة يحدها من أحد جوانبها جبل أحد وهو جبل عظيم لا يتمكن الناس من رقية ولها من جهات ثلاث حرار شديدة فيها حجارة منصوبة ولا تتمكن الخيل والإبل من قطعها وكان الناس إنما يدخلون المدينة من جهة صغيرة محصورة فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر خندقا فيعجز أهل مكة ومن معهم من أن يقدموا ويدخلوا عليهم في المدينة فحاصروا المدينة خمسا وعشرين يوما فأرسل الله جل وعلا عليهم الريح التي هدمت خيامهم وألقأت بقدورهم وفرقت ما لديهم ولذا عادوا منهزمين منكسرين فكان من شأنهم أن ينهزموا ففازا وانتصر أهل الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع سلاحه واغتسل وعنون المؤلف على هذا فقال باب الغسر بعد الحرب والغبار قال فأتاه جبريل وهو ينفذ رأسه من الغبار وقد عصب رأسه فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت السلاح يعني هذا على جهة السؤال والاستفسار والله ما وضعته يعني أن الملائكة لم يضعوا أسلحتهم وذلك من أجل ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في العود إلى حمل السلاح من أجل أن يخرج إلى أولئك الذين نقضوا العهد من بني قريضة فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إليهم فقال صلى الله عليه وسلم فإلى أين يعني إلى أي جهة أخرج فأشار إلى بني قريضة وفي هذا أخذ البيان من الإشارة وفي هذا ذكر مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وخروجه إلى بني قريضة ومحاصرة إياهم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة فأتاهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع وعشرين ليلة فحينئذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وذلك أن قبائل اليهود التي كانت بجوار المدينة ثلاث قبائل القبيلة الأولى بن قين قاع والثانية بن النظير والثالث بن قريضة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاهدهم على أن يتناصروا وأن يتشاركوا فيما يلم بهم من مطالب وحقوق وأن يشارك بعضهم بعضا فيما ينوبهم من الديات فأما بن قين قاع فكان عندهم سوق يتي إليه أهل المدينة فيشترون منه في يوم من الأيام جاءت امرأة من المسلمين إلى أحد تجار اليهود في هذا السوق فجلست عنده تشتري منه بعض ما لديه من الذهب فرغبها في أن تكشف عن وجهها فأبت وامتنعت من ذلك فأشار إلى بعض من حول بأن يقوم بربط أسفل ثوبها برأسها فلما قامت فإذا بعورتها قد انكشفت ورآها الناس فصاحت لما جاها مما تظنه من العار فجاء أحد المسلمين فقتل ذلك الرجل اليهودي فاجتمع يهود بن قين قاع فقتلوا ذلك الرجل المسلم فكان هذا بمثابة نقض العهد وحينئذ أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأما بن النظير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه فقتلوا بعض العرب فوجب عليهم دية فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من أصحابه إلى بن النظير يستمدونهم ويطلبون منهم المعونة في هذه الدية التي وجبت عليهم فقال يهود بن النظير هذا محمد قد جاء إليكم وأمكنكم الله منه فليصعد أحدكم وليلقي عليه ما يقتله ليرتاح الناس منه فخرج أحدهم وأخذ معه الرحا وهي صخرتان توضع إحداهما على الأخرى والظاهر أنه أخذ الحصات أو الصخرة العليا التي يطحن بها القمح فأتى بها وصعد حصنهم فجاء الوحي من عند الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراده القوم فخرج من عندهم وأصحابه لم يعلم بالذي حصل فعاد إلى المدينة وأخذ معه أصحابه فحاصر بن النظير وبعد ذلك سأل بن النظير أن يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وكان بينه وبينهم أخوة في الجاهلية وبينه وبينهم نوع من أنواع التصالح وحكم فيهم عبد الله بن أبي بأن يجلوا من الديار وقد أنزل الله في قصتهم سورة الحشر وقد فصل الله جل وعلا في أوائل هذه السورة قصة هؤلاء القوم لما لما جاءت الخندق ونقضت بن قريضة العهد حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن ينزلوا على من كان بينه وبينهم تصالح في الجاهلية فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ دعا الله عز وجل إن لم يكن هناك حرب آتية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أن يميته الله وطلب من الله أن يكر عينه في بني قريضة فطلبت بن قريضة حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وسيأتي إن شاء الله شيء من وقاع إتيان سعد إلى بني قريضة فيما يأتي قال فنزلوا على حكم سعد ابني معاذ وفي هذا مشروعية التحكيم والرد إلى من يكون عارفا بأحكام الله عز وجل قال فرد هؤلاء الحكم إلى سعد فأتي بسعد رضي الله عنه فقال فقال إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسب النساء والذرية وأن تقسم أموالهم وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة ففي هذا دلالة على أن الحق في أحد الأقوال وأن حكم الله واحد وأن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه وفي هذا أيضا دلالة على أن المصيب أحد القائلين وأنه ليس كل قائل أو مجتهد يعد مصيبا لحكم الله تعالى وقوله أن تسب النساء أي أن تستعبد وأن يجعلوا مماليك لأهل الإسلام فقطلت مقاتلتهم وتركت نساؤهم وذراريهم وفتشوا من قارب البلوغ فمن وجدوه قد أنبت قتلوه ومن وجدوه لم ينبت تركوه قالت وإن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه يريد بذلك أهل مكة وفي هذا مشروعية جهاد أولئك المكذبين المقاتلين لأهل الإسلام وقال اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني حتى أجاهدهم فيك وفي هذا تمني الجهاد والقتال في سبيل الله قال وإن كنت وضعت الحرب أي انتهت فأفجرها أي سأل ربه جل وعلا أن يجعل جرحه ينفجر فيخرج منه الدم فيكون سببا من أسبابي وفاته وموته فيها ولذا قال واجعل موتتي فيها وكأنه أراد بذلك أن يكون شهيدا فينال أجر الشهادة وإلا فإن الأصل أنه لا يحسن أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه أما إذا كان تمنيه للموت ليبلغ رتبة عالية فهذا لا يدخل في الحديث السابق قال فانفجرت أي انفجرت جرحه وسال دمه من لبته أي من أعلى صدره فلم يرعهم أي تفاجأوا وفزعوا من وصول الدم إليهم يسيل وقد كان في المسجد خيمة أخرى مجاورة لخيمة السعد يقيم فيها بعض بني غفار جماعة أبي ذر رضي الله عنه فقال بني غفار يا أهل الخيمة يريدون خيمة السعد ما الذي يأتينا من قبلكم أي تفاجأوا بهذا الدم فإذا سعد يغذو جرحه دم أي أنه يسيل حتى وصل إليهم فمات منها رضي الله عنه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين رزقنا الله وإياكم فامل لكتابه ومعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يهبنا فهما صحيحا للكتاب والسنة ونسأله جل وعلا رفعة دردة في الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم إجمع كلمتهم على الحق واجعلهم هداتا مهتدين كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين